الرب قدسنا هذا هو عمل إلهي قدسنا من خلال عمله في الصليب ولكن لماذا يطالبنا بالقداسة أن نكون مقدسين بشكل مستمر عجبني أول رسول بوليس في رسالة العبرانيين أصحاح 12 عندما قال اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد لأنه الرب إلهنا قدس وما يقدرش حد يقرب منه إلا ذا كان في نقاوة وطهارة وأفكر أحباء المشاهدين أنه الدانة الإمكانية اللي بيها نعيش أنقياء وأطهار يغسلنا بدم المسيح ينقين بالمية الكلمة كل يوم أعطانا قدرته الإلهية بدون هذه القداسة حتش يقدر يشوف ربنا حب أوي مزمور 24 نظار لما بيقول من يسعد إلى جبل الرب من يقوم في موضع قدسه من يقعد قدام ربنا ويستمتع بالطاهر اليدين والنقي القلب ويمكن دي إجابة على تساؤل ليه بالروح الكنيسة ما نشوفش ربنا ليه كثير قوي بنسمع وعظات ما بنتعزاش الإجابة لأنه في عدم نقاوة في الحياة إن رأيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب إن رعيته إثما إن رعيته آسف إثما في قلبي لا يستمع لي الرب إذن الأمر الأولاني للقداسة مهم لأن بدونها لن يرى أحد الرب ويستمتع به فطوب للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله الأمر الثاني والخطورة الثانية إنه عندما أعيش وأستمر الخطيئة وعدم القداسة أقول تعبير قد يبدو صعب شوية أنا أطلع نفسي بر الحماية الإلهية فلا يستطيع الرب أن يحميني وأنا عايش في الدنس والنجاسة صحيح يحاول يرد نفسي يهديني لكن إذا أصريت أنا بطلع بر الحماية الإلهية وده اللي حصل مثلا مع الشعب في سفر العدد أصحح 25 حاول بالعام أكتر من مرة يلعن الشعب ما قدرش وقال كده عن ربنا الآية الرائعة قال شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب إنه أمرته أن أبارك فلا أستطيع أن أرده وبعدين رح نصح بلاق قال له عايز الشعب دو تتلعن اغريب الخطيئة وفعلا ابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب وسجدوا لأليهتهن والنتيجة ضرب الرب من الشعب في اليوم دو يمكن على ما أذكر 24700 واحد عندما أعيش في الخطيئة أنا بطلع بر السياج الإلهي الحماية بر الحماية الإلهية عشان كده ما أروع المؤمن اللي يعيش في التقوى في الحماية الإلهية عشان كده يقول في مظمور 34 اعلموا أن الرب قد ميز تقيه الرب ما يستقيه ده مظمور أربعة ويقول في 34 ليس عوز لمتقيه شمشون شمشون عايش بطل يحبسوه يشيل باب المدينة ويطلع به على الجابل لكن عندما أنامته دليل على رجبتيها واستمر الخطيئة واستمر العلاقة الدنيسة وحلقت خصل شعره لأنه كان نزير لربنا وقدسته يقول الكتاب عندما قالت له الفلسطينيين عليك يا شمشون الأقوم وأنطفض حسب كل مرة وكلمة خطيرة بتخوفني شخصيا يا أخ نزار ولم يعلم أن الرب قد فارقه القداسة تجعلني محمي في السياج الإلهي والحماية الإلهية الخطيئة والنجاسة بتطلعني بعيد بره فالخطيئة عنها الكتاب طرحت كسرين جرحة وكل قتلها أقوية حزار إخوات الأحباء أنا مش بتكلم عن ناس اللي في الخمرات وبيوت الضعارة لكن أتكلم عن المؤمنين حتى اللي في الكنيس والذين يخدموا الذين يستسرون الخطيئة في الخفاء الخطيئة عقبتها العنها الكتاب عقبتها طرق الموت لا تشرد في طرقها ولا تذهب في مسالكها لكن أقول آخر حاجة أنت بتتكلم عن خطورة التهاون الخطورة التهاون مع الخطيئة الخطيئة لمن يعيش فيها تجلب القضاء الأبدي حضرتك عارف أنه في سلسلة وفي لستة للذهبين إلى الجحيم منهم وروح معي الرؤية 21 وعدد 8 لو تسمح لي أقرأ هذا الشاهد هيقدم لنا لستة لأولئك الذين سيقضون الأبدية في الجحيم من هم يقول الكتاب 21 رؤية عدد 8 وأما الخائفون يعني لم يخدوش سلام المسيح وغفرانه وغير المؤمنين الذين لم يقبلوا خلاص المسيح والرجسون والقاتلون والزنات والصحرة والعبدة الأوسان إلى آخره فنصيبهم البحيرة المتقدة بنار وكبريت إنها إنها باركة أن نعيش في القداسة إنها باركة عشان كده صلى يعبيس سؤال صلاة حلوة أوي نفسي أصليها مع أخواتي المشاهدين لنفسي والحضرتك حد فكر يعبيس ماذا صلى وقال عندما قال للرب ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني فأتاه الله بما سأل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة